للمحليات العصائل انطلاقا وفقا انطلاقا سليما تمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوت وفي الاشواط الغادمة مباشرة نسير بكم مع مغدمتي هذا الشوت وراء الان في المركز الاول متعف في المركز الاول للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري ننتقل للمركز الثاني وفي المركز الثاني سالهود للسيد ثاني بن عبيد بالكديد الفلاسي وفي المركز الثالث صغان لسيد محمد بن راشد بن خليفة الاغفلي وفي المركز الرابع هملون للسيد بهيان بن عامر بن قانوش العامري وفي المركز الخامس متعف لسيد سعيد بن حلوة الاجتبي وفي المركز السات المركز السات الثيب لسيد حمد بن محمد بن سعيد بن وديمة العامري وفي المركز السابع شاهين في المركز السابع لسيد سعيد بن محمد الكليلي وفي المركز الثامن المركز الثامن شاهين لسيد سالم بن سعيد بن غدير الاجتبي وفي المركز التاسع المركز التاسع شاهين لسيد عبد الله بن علي بن حميدان الفلاسي وفي المركز العاشر المركز العاشر أرى اللي في المركز العاشر مرعي مرعي للسيد محمد بن سالم بن دري الفلاحي اللي في المركز العاشر هذا أول ندى للمركز العشر الأوائل ونرجع وإياكم أيها الحفظ الكريم مشاهدين الكرام إلى مقدمة هذا الشوط ولا زال منذ البداية وحتى هذه اللحظات متعب على مقدمة هذا الشوط للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات منذ بداية انطلاقتي هذا الشوط وحتى هذه اللحظات سالهود في المركز الثاني للسيد ثاني بن عبيد بالكديد الفلاسي وفي المركز الثالث شاهيل سيد مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي وفي المركز الرابع الثيب للسيد حمد بن محمد بن سهيل بن وديمه العامري وفي المركز الخامس المركز الخامس هملول السيد بحيان بن عامر بن قانوش العامري وفي المركز الثالث شاهيل سيد عبدالله بن علي بن حمدان الفلاسي وفي المركز السابع متعب لسيد سعيد بالمرة بن سعيد بن حلوة الاجتبي وفي المركز نشوف المركز السابع اللي في المركز السابع قابل السيد هادي بن سعيد بن محمد بو شقل المري وفي المركز الثامن المركز الثامن اللي في المركز الثامن صغان للسيد محمد بن راشد بن خليفة الاغفلي وفي المركز التاسع المركز التاسع اللي في المركز التاسع حملون للسيد احمد بن قنون بن سعيد الفلاسي وفي المركز العاشر اللي في المركز العاشر شاهيل للسيد سالم بن سعيد بن غدير الاجتبيه هذه النتيجة وهذا ثاني ندى للمراكز العاشر الاوائل ولازال منذ البداية وحتى هذه اللحظات متعب لازال مسيطر على مغدمة هذا الشوط للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن نهيان العامري لازال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مغدمته هذا الشوط ننتقل للمركز الثاني وفي المركز الثاني شاهين في المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد مبارك بن سعيد بن محمد الكليل ابو محمد متواجد مع شاهين في المركز الثاني وفي المركز الثالث شاهين للسيد عبدالله بن علي بن حمدان الفلاسي وفي المركز الرابع المركز الرابع سالهود للسيد ثاني بن عبيد بالكديدة الفلاسي وفي المركز الخامس المركز الخامس هملول للسيد بيان بن عامر بن قانوش العامري وفي المركز السات عقاب وصل في المركز السات بهذه اللحظات للسيد هادي بن سعيد بن محمد بوشقلة المري وفي المركز السابع المركز السابع من الجانب الثاني أرذيب للسيد حمد بن محمد بن سهيل بن وديمة العامري وفي المركز الثامن المركز الثامن صغان لسيد محمد بن راشد بن خليفة الغفلي وفي المركز التاسع هملون للسيد أحمد بن قنون بن سعيد الفلاسي وفي المركز العاشر ها هو متعب للسيد سعيد بالمر بن سعيد بن حلوة لا اجتبه يلا يا بن حلوة نبنقول حلوة يا بن حلوة عند خط النهاية مع الفوزي ومع الناموس هذه النتيجة ومتعب لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط متعب الجميع حتى هذه اللحظات للسيد عمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري يا سلام هل يريد تابعون ودائما هذا الشعار وهذا البعير بالأخص يوديهم السلامات يا سلام على هذا الأداء المتميز وخالي أيضا يتابع ويراقب أداء متعب العين المجرد ها هو متعب على مقدمة هذا الشوط للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري على مقدمة هذا الشوط ولا زال مسيطر سيطرة كاملة وسيطرة فعالة على مقدمة هذا الشوط شاهين في المركز الثاني للسيد عبدالله بن علي بن حمدان الفلاسي وفي المركز الثالث شاهين للسيد مبارك بن سعيد الكليلي يا سلام على هذا الأداء المتميز تميز الهود في المركز الرابع للسيد ظاني بن عبيد بالكديدة الفلاسي وفي المركز الخامس هاملون لسيد أحمد بن قنون بن أحمد الفلاسي وفي المركز السادة المركز السادة تذيب بالمركز السادة للسيد عمد بن محمد بن سهيل بن وديمة العامري وفي المركز السابع عقاب في المركز السابع في هذه اللحظات يا سلام على عقاب وعلى هذا اللون المميز العقاب للسيد هادي بن سعيد بن محمد بوشقلة المري وفي المركز الثامن صغان للسيد محمد بن رايد بن خليفة الغفلي وفي المركز التاسع المركز التاسع نشوف دخول جديد على الأرقام المتقدمة من قبل شاهيل للسيد سهيل بن حمد بن محمد بالاسود العامري وفي المركز العاجر المركز العاجر أرى في المركز العاجر أرى مياس للسيد راجد بن ناصر بن حسين النعيم يا سلام على هذا الأداء المتميز لفحول المستقبل يتنافسا على أرضية ميدان المرموم يا سلام متعب وشاهين بدأت المعركة بدون أي وامر تذكر من الملاك والمضمرين والمدربين والذين يقومون بالعناية العناية التامة لدى الزمول ومتعب لازال على مقدمة هذا الشوت وشاهين بدأت تظهر خطورته أكثر وأكثر في هذه اللحظات للسيد مبارك بن سعيد بن محمد الكليل بدأ يغير بدأ ينتقل إلى مقدمة هذا الشوت يا سلام هجوم هجوم مكثف هجوم مكثف على مقدمة هذا الشوت المركز الثاني شاهين للسيد السيل بن حمد بالاسود العامري يغير وينتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات وفي المركز الثالث هملول للسيد أحمد بن قنون بن سعيد الفلاسي وفي المركز الرابع متعب للسيد حمدان بن سالم بن حمد بن هيان العامري هو في المركز الخامس المركز الخامس مياس مياس الشكل مياس العود وصل وانتقل إلى المركز الخامس للسيد راشد بن ناصر بن حسين بن عامر النعيم يا سلام منظر جميل منظر جميل على مقدمة هذا الشوت تقريبا سبعة ولا ثمانية زمول يتنافسا على مقدمة هذا الشوت خذوهات خذوهات على مقدمة هذا الشوت التغييرات واردة التغييرات واردة واردة الآن حلوة يا بن حلوة حلوة يا بن حلوة الحين بنقول حلوة يا بن حلوة على مقدمة هذا الشوت مع متعب للسيد سعيد بالمر بن سعيد بن حلوة الاجتبي يغير مع متعب إلى مقدمة هذا الشوت هو في المركز العاشر وقلنا له يا ابو سعيد بنقول حلوة يا ابن حلوة ها هو متعب على مغدمتي هذا الشوط على المغدمة يا سلام المركز الثاني شاهيل سيد مبارك بن سعيد بن محمد الكليلي وفي المركز الثالث المركز الثالث من الجانب الثاني يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء المتميز الأداء المتميز للزمول يا سلام المركز الثالث مياس يغير إلى المركز الثاني عينه على مغدمتي هذا الشوط عينه على متعب مياس للسيد راجد بن ناصر بن حسن بن عامر النعيم يا سلام وفي المركز الثالث سالهود للسيد ثاني بن عبيد بالكديدة الفلاسي يا سلام يا بن حلوة يا سلام يا بن حلوة على الأداء الذي غدمه متعب على مغدمتي هذا الشوط بدأنا نتجاوز لوحة الكيلو متر الأخير يا سلام بغيادة متعب وهو على مغدمتي هذا الشوط لكن مياس مياس الشكل مياس العود بدأ يتسلل والعصاقوس يا سلام يا مياس ها هو مياس ما دام عندي ولد مياس اهبني من مطلعي كوس يا سلام يا سلام على مياس وعلى سلالة مياس دائما يفرض النفس في كل مكان وفي كل زمان وفي كل ميدان يا سلام ها هو مياس على مغدمتي هذا الشوط للسيد راجد بن ناصر بن حسن بن عامر النعيمي لكن مناك مناك الخطورة الخطورة من الجانب الثاني التسلل على مغدمتي هذا الشوط من شاهين للسيد دقاش بن محمد بن محمد العامر يروح يا ابو محمد جماهيرك ومحبينك وخاصة هالمدينة العين منطقة الفوعة يتابعون العداء المتميز للغاية وها هو شاهين للسيد دقاش بن محمد بن محمد العامر على مغدمتي هذا الشوط يا سلام يا سلام يا شاهين سلام سلام عليكم يا هل الفوعة واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة تهانينا للسيد دقاش بن محمد بن محمد العامر على فوز شاهين بالمركز الأول المركز الثاني متعب للسيد سعيد بن مربن سعيد بن حلوة الاجتبين المركز الثالث مياس للسيد راجد بن ناصر بن حسن بن عامر النعيمي وفي المركز الرابع سلهود في المركز الرابع للسيد محمد بن سعيد بن ذامر المنصوري وفي المركز الخامس المركز الخامس نترك على خط النهاية ناخذ التوقيت الزمني ساعة وصول ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 8 كيلو متر في زمن وقدرة 13 دقيقة 22 5 أجزاء من الثانية تهانينا للسيد دقاش بن محمد العامر على فوز شاهين بالمركز الأول والذي وصل في المركز الثاني متعب 13 دقيقة 24 أجزاء من الثانية تهانينا للسيد سعيد بن مربن سعيد بن حلوة الاجتبين والذي وصل في المركز الثالث مياس وصل في المركز الثالث 13 دقيقة 13 دقيقة 28 ثانية 7 أجزاء من الثانية تهانينا للسيد راشد بن ناصر بن حسن بن عامر النعيمي تهانينا للجميع على هذا الفوز المستحق الذي تابعناه تهانينا للسيد راشد بن مربن سنبه